نحن الشرب موجود بمعنى السهلة تكون بنسبة 10% تقريباً تقريباً وهذا 90% على شهر المرة والتي فيها مشكل وكانوا مرينا من سنوات عجاف متفرقة عبر سنين طاولة في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن ولكن الآن لينا مشكل وأزيد على ذلك أننا كانت تنعيشوا واحد مخطط اللي اسميته مخطط الأخضر واشهد مخطط أخضر أو لا فيه بزرية السفرة نضم الحالة اللي وصلنا اليوم أولاً فيها تاراكومات نتجة جوان الأسباب معلوم لأخذنا غير الحالة اليومية حالية نحن دخلين السنة السادسة على التوالي ديال ضعف تسقطات وضعف تلوش هذا معلوم يعني بأن زويد بالماء المناطق ديال البلاد على اختلافها اليوم طرح مشكل ثانياً كان سياسة الفلاحية في هذه السنة الأخيرة مشات في احتجاه بأننا سنعبئوا جميع الموارد أكانت استحية أم زوفية واحد الواترة اللي يمكن تجاوزات مش غير يمكننا نحن اليوم عنا ياقين بأن تجاوزات تجدو ديال الموارد والأسف ببعض المناطق رحنا مشي نستهلكنا ببعض المياه اللي انضبطت لسيما كان خممت في المياه الجوفية نعم مثلاً أعطينا المثلة اللي سمحت مثل الأول اللي كان بان هي منطقة سوس أو غراء أو غراء من أجدير حتى التارودان وحتى أيضاً مسر مني كتخلق الفكرة بأن يمكننا نعبئوا المياه الجوفية وهذه نديروا واحد توسيع هذه المجال المسقي من هاد المياه واحد المنطقة ليه قاحلة أجدير قاحلة مش شفة قاحلة منك تكون قل ميتين مليمتر في معدل جل تساقطت سنوياً أراك منطقة قاحلة ومشيتي بالفكرة بأن إلى ممكنتي الضيئات باش ت تتعمل الرأي الموضوعي أي الرأي بالتنقيد ركا تدخل في إطار ميوس الماء بتوفير الماء ولكن اللي جيتيتوف حقيقة موفرناش الماء استهلكنا كتر من اللي طبيعي كيمكن اللي تعطينا هاد الماء لك شيني وصلنا متحلية الماء البحر ديك المنطقة حيث حتى تزويد ديال المدن والمدينة الكبيرة ده قادير اللي فيها أنشيطة مهمة ومعلوم حشحة مهمة مفي أفاق جيد للغاية مفي أفاق بك أنشيطة يومية في أفاق جيد الضيئة ل这样 أنا شكرا لكي وصلنا لهذا مشينا لتحلية مع البحر